بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا اليوم رمضانيات وإحنا في خلال هذا البرنامج إن شاء الله في كل ليلة سنقف مع مصطلح جديد لبناء ثقافة إسلامية لأن ثقافتنا الإسلامية اليوم أخذت تتلاشى مع العولمة وانفتاح الدنيا وسرعة الإنترنت وكثرة الفضائيات وكثرة الإعلاميين وأيضا كثرة المتحدثين باسم الدين بدأت بعض القيم الإسلامية تتلاشى من الوجود عشانيك إحنا هدفنا في برنامجنا الرمضانيات أن نعيد نظارة تلك المصطلحات نسأل سؤالي اليوم في بداية حلقتنا لازم نسأل سؤال هو أنت كمسلم لماذا تصلي؟ طيب أنت كمسلم لماذا تصوم؟ أنت كمسلمة لماذا تؤدين الزكاة؟ إح ليش منصلي منصوم نؤدي الزكاة؟ الجواب رح يكون أنا بصلي لأن الله أمرني الله عز وجل يقول وأقيم الصلاة وأنا بأدي الزكاة لأن الله عز وجل يقول وآتوا الزكاة وأنا بصوم لأن الله تبارك تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني هو أنت بتأدي الفرائض لأن الله أمر بها تمام؟ أنا أؤدي الفرائض امتثالا لأمر الله عز وجل ولأن الله أنزلها في القرآن الكريم طب تعالى فكر عنه ياك في آية أخرى طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة وأمرنا بأوامر أخرى كثيرة هو نفس سبحانه وتعالى الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مش ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بالصلاة والصوم يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم طب السؤال أنا كمسلم لماذا التزمت بأوامر فردية صلاة وصوم وحج وزكاة ولما كان الأمر يتعلق بوحدة المسلمين يعني وجدت أن الأمر وكأنه أمر باهت مع ذا الله طب لماذا تلتزم هنا ولا تلتزم هنا ليش إحنا نأخذ بعض الكتاب ونقصر في أداء البعض الآخر هي مش وحدة المسلمين فريضة من الله عز وجل كما فرض علينا الصوم والصلاة هي مش وحدة المسلمين واجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف من بين المسلمين أمر واجب كما أمر الله عز وجل بالصوم الذي نؤديه معناته المصطلح يحتاج إعادة نظر معناته في عنا مصطلحات في الإسلام نحتاج أن نعيد التركيز عليها ورح واحد يقول لي طب يا أخي الموضوع موضوع سياسي وهناك حدود وهناك اتفاقيات صح لكن إذا لم نكن قادرين على أن نجعل من وحدة الأمة الإسلامية وحدة واحدة فعلى الأقل أن تتحد القلوب فإحنا برنامجنا رح يركز على وحدة القلوب لعل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وحدة واحدة حلقة اليوم رح نطرح فيها قضية وحدة المسلمين وفرقة المسلمين بالمقابل نطرح فيها قضية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونسأل الله أن نوصل المعنى كما يريد الله عز وجل نتوقف مع هذا الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى واليوم حلقتنا إن شاء الله نتناقش فيها ونتحاور فيها عن وحدة الأمة الإسلامية لازم نحي هذا المعنى في قلوبنا حتى لو مقدرناش نطبقوا على أرض الواقع لازم المعنى يبقى حي إلى أن يأذن الله عز وجل أنت اليوم بتبذر ولا تدري متى يأذن الله عز وجل بنزول المطر ثم يخرج ذلك النبت وذلك الزرع وعشان اليوم نكون عايشين نموذج عملي ونعرف يهمون بعض معنا اليوم ضيف غالي وعزيز ورجل طيب فضيلة الدكتور حسين محمد الثقافي وهو نائب رئيس جامعة إسلامية في الهند ومعنا اليوم لنثري هذا الحوار ونتحدث مع بعض حتى نشوف من ناحية عملية أنه سواء كنت في الهند ولا في السند ولا في الشام ولا في مصر ولا في الأردن ولا في الإمارات ترى على الفكرة احنا همومنا واحدة وأمالنا واحدة فاسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الضيف الدكتور حسين محمد أهلا وسهلا بكم سيدي شكرا سيدي شكرا سيدي هي الهموم وحدة وإحنا اليوم كأمة إسلامية أمة كبيرة لكن مكمن للضعف اللي عندنا في عدم وجود وحدة للكلمة ماذا تقول سيدي وأنت أتيت من الهند بسم الله الرحمن الرحيم وبهي تعالى نستعين أما بعد هذه المسألة مسألة مهمة جدا بالخصوص في هذه الحالات الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية فالحمد لله نحن كمسلمين في الهند نتفاعل لأنه ما وصل إلينا دعوت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة غزوة ولا بواسطة سرية إلى الهند ولكن الحمد لله هناما كان الهنود قد سمعوا عن هذه الرسالة النبوية وعن تعاليم هذا الدين رأيناهم قد أسرعوا إلى قبول النور لله إلى قبول باعتناق هذا الدين الآن الهند قوة المسلمين هناك تتجاوز حوالي أو عشرين في المية يعني كم عدد سكان الهند بشكل عام؟ يعني هناك أكثر من بليون مسلم مليار مليار عدد السكان ولكن يتجاوز عدد المسلمين 200 مليون سؤال أنت عندما تزور مكة المكرمة وأنت تتحدث بلغة هندية وتزور مكة المكرمة وترى العرب يعني ما هي العاطفة الموجودة عندك تجاه هؤلاء الإخوة المسلمين؟ علما أنك من منبات ومن أصل ومن عرق مختلف عن عرق آخر ولكن ما هي الجاذبية في القلب تجاه إخوتك العرب من المسلمين؟ نعم كلما نفارق أهلنا وعيالنا من بيوتنا ربما المسافر الذي يسافر وحده هو يدرك أنه بمفرده ولا يجد مونسا له ولكن الحمد لله نعنوك مسلمين لو ذهبنا إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة أو إلى أي مكان حيث نلتقي هناك بالإخوان يعني بإخواننا في الدين المسلمين كأننا نسينا كل تلك الوحشة ونحن نجد أننا مع أهلنا وعيالنا لأن البيت الإسلامي هو البيت الوحيد يجمع جميع أعلاه هذا الدين هناك كأننا أمام أمهاتنا وأمام آبائنا وأمام أشقائنا فهكذا نجد هناما نذهب إلى مكة ونرى المسلمين العرب وغير العرب هناك أفارقة وهناك أمريكان وهناك أوروبيين والله هذا المنور الذي يسرنا بلا حد وبلا نهاية يجعلنا كأننا فخورين بإسلاميتنا الآن إذا أراد إنسان أن يحصل على جنسية هو يقدم طلب إذا أردت أن تدخل إلى بلد أنت تقدم طلب لكن ما تعليقك أنه إذا أردت أن تكون من أمة الإسلام فأنت لا تقدم طلب أنت فقط تحقق شرطا واحدا وهو شرط الإسلام وعند ذلك تصبح جزء من ملياري مسلم يعيشون على الكرة الأرضية يعني سهولة هذا الدين في أن تصبح جزءا من هذا الجسم العظيم كيف تنظر إليها في ضمن أنك تعيش في دولة كبيرة جدا وعدد المسلمين فيها قلة ومع ذلك إذا نظرت إلى الشعوب الإسلامية الأخرى شعرت أنك تنتمي إليهم ولست تنتمي إلى الشعب الهندي مثلا يعني تنتمي إليها عاطفيا لكن سياسيا لابد أن تنتمي إلى دولتك سهولة الحصول على عضوية هذه الأمة الكبيرة خير دليل على أن هذا الدين أول يركز نظره إلى إصلاح القلوب لأن القلوب إذا كانت مجتمع غير متفرقة فلا يفرق هناك مسألة اللون أو مسألة اللغة أو مسألة الجنسيات الجغرافية وبالتالي يطيب لنا أن نؤكد على المشاهدين العزة أن الإسلام أول ما يريد أن يصلح القلوب فإذا كانت قلوب الأمة قلبا واحدا على قلب رجل واحد فلا يوجد هناك تفرق ولا شتات بل توجد هناك واحدة كأن الأمة مثل جسد واحد مثل ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبتخر بأننا أيضا عضو من علاء هذه الأمة الكبيرة لا نظير لها في تاريخ الأمة طيب أين هو الخلل؟ إذا كنا مجرد أن تشهد الشهادتين تصبح عضو في أمة عظيمة طيب هذه الأمة العظيمة لماذا لا تشعر أنها أمة واحدة؟ يعني أين هو الخلل بتقديرك؟ وأنا أريد هنا أن أكتسب من ثقافتك في بلدك في الهند يعني ما هي نظرتك إلى هذه الأمة التي تصلي وتصوم وتحج وتزكي ولكن إذا جئنا إلى فريضة الوحدة وجدت فيها خلل أيها وإن هو العيب؟ المشكلة الأساسية أنا أعتقد أنها في نظام التعليم نظام التعليم نظام التعليم يجب أن يكون بحيث يوجد في هذا العلوب العلوب من الأمة الكبيرة يوجد توعية كاملة بأن هذه الجنسية في الأمة الكبيرة ليست يعني مثل الجنسيات في دولة أو في منطقة جغرافية لا ولكن يربط هذه الجنسية هذا الإنسان مع خالقه سبحانه هناك كثير من أباصر والتعلقات يجعل الرجل يرتبط مع الآخر مع دولة أو مع جهة معنية ولكن لا توجد هناك رابط يربط الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود ومن هنا يجب علينا أن ندرك المهم يجب أن تكون هناك هذه التوعية يعني يجب على المسلم أولا أنه خلق من مخلوقات الله سبحانه هو يجب عليه أن يراعي أضامر هذا الخالق وكذلك نواهي فإذا كانت هناك توعية هذه فأنا أعتقد تماما أنه لا يوجد هناك افتراق أو تفرق هكذا والذي يتشكل شكلا سلبيا ويكون سبب لجميع الانقسامات فأنا أقول السبب الأساسي المشكلة التعليمية أن التعليم لم يعطي الفكرة الأساسية بالوحدة يعني نحن يجب أن نعلم أطفالنا وتلميذنا أن الحدود السياسية لتحديد موارد الدولة وتحديد حدود الدولة ولضبط أعمال الدولة ولكن القلوب يجب أن تكون واحدة هكذا ما تقصد ولذلك نحن في عصر الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن سيدنا سلمان الفارسي وصهيب الرومي كانت لهم منزلة في الإسلام ولا ينظر إلى تاريخهم أن هذا فارسي وهذا رومي ولكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفاءة الموجودة في هذا الشخص فإذن الحدود الموجودة حاليا هي التي تضبط الموارد ولكنها لا تضبط القلوب هكذا طيب تعليقك على قول الله عز وجل واعتصموا وهو أمر واعتصموا بحبل الله جميعا ما هو حبل الله المقصود هنا؟ حبل الله هذه يعني ألا باصر ألا خبية تمام فمثلا كعلوب من هذه اللمت الكبيرة يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة أن ينظر إلى الآخر كأنه شقيق أو كأنه شقيق هذه نريد أن نركز عليه نظر الأخوية بعضنا مع بعض الخالية من التحاسد من التنافر من التناجش من التفاضل أحيانا يعني مشكلتنا اليوم نجد أن بعض الدول يعني وكأنه يزرع في أتباعه أنك أفضل من غيرك وينسى أن الأفضلية بمقدار ما تقدم للآخرين تفضل سيدي هذه نقطة مهمة لهذا نقول في المدارس هناك جغرافية وهناك تاريخ وهناك كيمابيات وكل شيء هناك يعني دراسة عن العين وعن القلب وعن الأنف جميع الله الإنسان ولكن لا يوجد هناك تعليم ودراسة حول إسلاح القلب هذه تعليمات بالنسبة إلى إسلاح القلب بحيث يركز في الفرد المسلم نظرته تجاه الآخر بأنه شقيق أو شقيقته إذا تمهدت هذه الأمور منذ دراسة في المدارس لا شك أن الأمة تكون الأقوى الأقوى الأمم أنا فقط أن أقول إليكم مثال نحن في الهند أنا قلت لكم نحن أكثر من 200 مليون نفر سبحان الله نحن عندنا نظام مدرسي نحن نرسل أطفالنا التي تترابح أعماركم بين الخمسة والخمسة عشر يعني كل هؤلاء الطلاب يدرسون إلى النظام المدرسي الخاص لدراسة الإسلام فهناك علماؤنا يعلم هؤلاء الأطفال الأخذية الأخذية الواجبة المطلوبة بين فرد وفرد آخر وبالتالي الحمد لله إذا كانت البلاد العرب تعاني من كثير من المشاكل من الإرهاب وما إليها والتطرف فأنتم تجدون ونهن الهنود المسلمون أكثر من مئتي مليون يعني يغلب عدد المسلمين في الهند عدد المسلمين في البلاد العربية كلها ولكن نهن والحمد لله في بلد علماني نعيش كمسلمين محترمين ونتمتع بجميع الحريات ويستمع الحكام إلى أقوال العلماء لماذا؟ لأنهم كمسلمين هم متوحدون عندهم واحدة طيب من خلال تجربتك سيد ماذا تقول لمن يفرق الأمة الإسلامية باسم الإسلام يعني يصنف الآخرين هذا مبتدع هذا ضال هذا كافر هذا عقيدته صحيحة هذا عقيدته ضالة التصنيف الذي يتم وقتل روح الوحدة الإسلامية باسم الإسلام اليوم يا سيد الكريم مع الأسف أننا لدينا كثير من من تصدروا شاشات الإعلام وأنا أعتقد أن بعض منهم أتيحت له الفرصة عن قصد أن يخاطب الجمهور مع الأسف بدل أن يتحدث بالخطاب الديني الوحدوي واعتصم أصبح يخاطب الخطاب الديني يستخدم الخطاب الديني للتفريق نعم يعني من حرك أصبعه في الصلاة فهو مبتدع وهو ضال نضع يدنا في الصلاة هنا أم نضعها ها هنا إذا وضعت هنا فأنت مبتدع إذا وضعتها هنا فأنت ضال يجب أن تضعها بشكل معين وكأن هناك صلاة تصلى على الكتالوج يعني ماذا نقول لهؤلاء الذين ارتسموا برسم العلم وتزيوا بزي الدين بين القوسين لأن لا يوجد هناك زي معين للدين وأخذوا يبثون روح الفرقة بين المسلمين والتقسيم بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى خيبر قال كل على حق هؤلاء صلوا في الطريق وهؤلاء صلوا عندما وصلوا إلى خيبر وفاتتهم صلاة العصر ولكن النبي قال كل على حق يعني متى نصل إلى مستوى أن نقول كل على حق أو أن رأيك صواب يحتمل خطأ وقرأي أيضا صواب يحتمل خطأ ماذا تقول لهؤلاء الذين بثوا روح الخلاف بين الناس باسم الإسلام أنا شخصيا أعتقد أن توهيد الآراء في المسائل كلها أمر مستبعد أو محال مستحيل مستحيل هناك يعني بإمكاننا أن نقول للناس حافظوا على خلافاتكم ربما أعتقد أني على الصواب وهذا أخي هو على الخط وأنا متمسك بالمنهج المستقيم وهذا أخي مبتدع ولكن أنا أقول فقط عندي فقط يعني أطرح يعني طلبي لكل هولا حتى نختم بهنا أيوة بالمحافلة على اختلاف آرائكم ولكن لا تتركوا هذه الخلافيات إلى حيث أنكم تقاتلون فيما بينكم كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجد الوضع هل تدرون أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا وفي نهاية المطاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الجميع وقال على فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه قاعدة حافظوا على خلافياتكم ولكن لا تتقاتلوا فيما بينكم لأن هذا يسبب إلى أن تفشلوا وتذهب ريحكم بارك الله فيكم سيدي شاكرين جدا على وجودكم بيننا اليوم وهذا العلم الجميل والفائد الطيب بارك الله فيكم أنا أقول إليكم جميعا تهنية من جامعة مركز ثقافة سنية والذي يدرس في رحابها أكثر من عشرين ألف طالب في رحابها الرئيسي ورئيسها فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر أحمد نيابة عنهم جميعا أنا أقول إليكم ونيابة عن 200 مليون نفر الشكر والتقدير والتهنية بحلول رمضان المبارد ونحن سيدي أيضا نهنئكم ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق بالختام نحن نقول اللي أمرنا بالصلاة واللي أمرنا بالزكاة واللي أمرنا بالصوم هو نفسه سبحانه وتعالى اللي أمرنا بالوحدة وإذا كنا نحن اليوم يعني غير قادرين على أن نتحد سياسيا ولدينا حدود مفروض علينا أن نحترمها ومحتم علينا أن لن نتجاوزها فعلى الأقل الذكر دامن أبدا قول الله عز وجل وهو أعلى من كل الحدود وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذا كان الرب واحد والنبي واحد والقرآن واحد والرسالة واحدة والإسلام واحد فماذا بقي لنا من عذر حتى تتقاطع القلوب إذا كانت الأراضي قد قسمت وقد دولت فكيف تدول القلوب ولماذا تقسم القلوب نحن اليوم أمس الحاجة كما صمنا في يوم واحد ونفطر في يوم واحد أن تتحد من القلوب حتى لا يبقى لك عذر عند الله عز وجل إذا سألك لماذا قطعت ولماذا قسمت فالتقل اللهم إن قلبي مع المسلمين كالجسد الواحد إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة